إذا أغلق عليه شيخنا الإغلاق جاء في الحديث لا طلاق في إغلاق والإغلاق مختلف في معناه ومذهب الجمهور أنه الإكراه إذا أكره الرجل على الطلاق كأيمان البيعة التي كانت في أيام بني أومية أو أخذت المرأة سلاحا سلاحه هو يعرف أن فيه رصاصا وصوبته عليه وقال أطلق أو أقتلك فلا بد أن يطلق حينئذين وهذا الطلاق لا ينفذ لأنه في إغلاق لأنه تحتل إكراه والإكراه طبعا يشترط له شروط شرعية هي خوف مولي من فإن كان التهديد بغير مولي من إذا قالت له طلق وإلا أنفذت عليك أو تأففت عليك نحو ذلك هذا ليس إكراه أن يكون الذي يهدد قادرا على إنفاذ ذلك فإذا قال له صبي صغير طلق وإلا قتلته ها الإكراه ليس فقط من الزوجة الإكراه قد يكون من أي إنسان من أي إنسان كذلك أن يكون هو غير قادر على الدفع فإذا قال له زميله طلق وإلا قتلتك لكن هو قادر على أن يدفع عن نفسه ليس ذلك إكراه فلابد أن يكون التهديد بمولي من من قادر على إنفاذه وأن لا يكون هو قادرا على الدفع وهي ثلاث شروط لأن يكون الإكراه معتبرا ترجمة نانسي قنقر